طبعا هناك خطوات لتصميم النموذج هذه الخطوات تتلخص في معرفة أولا أن تعرف الغرض من هذا النموذج هدف هذا النموذج معرفة المعلومات التي سوف تكون في هذا النموذج أو يجب أن تكون في هذا النموذج ثالثا العناصر الفدنية للنموذج منها نوعية الورق حجم الورق البيانات أيضا التعريف بالنموذج من حيث العنوان من حيث الأرقام هي من الأمور الضرورية بالإضافة إلى تخطيط النموذج تعليمات الاستعمال تجربة النموذج هل تم تجربته؟ خطوات تصميم النموذج هناك خطوات معينة لتصميم النموذج إذا أردنا تصميم نموذج معين يجب أن يمر هذا النموذج بعدد من الخطوات اللي يستبس الطبعا من هذه الخطوات لمعرفة الغرض من النموذج هذا أول الخطوات إن الخطوة الأولى في تصميم النموذج هي تحديد الهدف أو الغرض من النموذج لماذا هذا النموذج؟ طبعاً يجب أن يحدد بكل وضوح ومعرفة مدى أهمية أن النموذج في تحقيق هذا الغرض هل سيحقق هذا الهدف الذي وجد من أجله؟ طبعاً لو يحقق هذا الهدف يجب أن يحقق هذا الهدف بكفاءة وفاعلية يعني ليس فقط تحقيق الهدف يجب أن يتحقق هذا الهدف بأقل وقت وأقل جود وأقل تكليف وأعلى جودة ممكنة الذي يسمى بالكفاءة وفاعلية لذلك يمكن معرفة نجاح نموذج من نموذج آخر من خلال الهدف من خلال الهدف هذا أولا ثانيا معرفة المعلومات ما هي المعلومات التي سوف تكون داخل هذا النموذج كلنا هناك نوعين من المعلومات المراد بمعرفة المعلومات هو تحديد وحصر المعلومات والبيانات التي سوف تكون داخل النموذج وهناك نوعا من المعلومات هي معلومات ثابتة لفكس داتا المعلومات الثابتة المسجلة المدونة هي المعلومات التي تطبع على النموذج مثل اسم المنظمة العنوان، الأسئلة الواجب لإجابة عليها، بعض التعليمات والإرشادات الإضاحية والمعلومات المتغيرة التي ينبغي على الشخص أنه يملأها هي المعلومات التي يتولى تعبئة الموظف المختص أو جمهور المتعملين الذين يوجه لهم هذا النموذج لتعبئته هذه المعلومات ضرورية ومهمة على مصمم النموذج أن يراعي الدقة والترتيب والحجم قد تكون بعض الفقرات تحتاج إلى مثلا أكثر من سطر أكثر من سطرين إلى آخرين يجب مراعاة هذه الأمور ثالثا تخطيط النموذج هي الخطوة الثالثة من خطوات تصميم النموذج تخطيط النموذج عند تخطيط النموذج يحتاج مصمم النموذج إلى القيام بعدة خطوات تساعد في تخطيط النموذج بشكل صحيح من هذه الخطوات الرئيسية أولا تحضير مستلزمات التخطيط أو الرسم وهي عبارة عن مجموعة من الأقلام واللوحة الرسم مصطر مثلث كل ما يلزم لعملية التخطيط والرسم ثانيا مكونات النموذج هي على المصمم أن يضع تصور كامل قبل شروع في تصميم النموذج أن يكون له فكرة عن هذا النموذج شكل مبدئي عن هذا النموذج ما سيكون عليه النموذج ما سيأخذه من معلومات مكونات طريقة عرض المكونات المعلومات المتداخلة التسلسل المنطقي تخيل كيف ستكون الفراغات أين ستكون الفراغات حجم الفراغات ثالثا محاولة استخدام أسلوب المربعات طبعا هذا أسلوب رائع أسلوب المربعات من الأسليب الحديثة في تصميم النماذج وذلك بوضع الأسئلة والبنود داخل مستطيلات أو مربعات محددة تتميز هذه الطريقة بأنها تفصل بين بند وآخر بحيث تكون يشئ الأسئلة متباعدة نوعا ما ويكون هناك بعض الأسطر الخاصة بتعبئة هذا النموذج ويكون هناك فواصل محددة تعطي النموذج رونق خاص أيضا ترتيب المعلومات والبيانات يكون ترتيب المعلومات والبيانات طبعا من اليمين إلى اليسار من أعلى إلى أسفل بحيث تكون هناك ترابط وتسلسل في المعلومات داخل النموذج أيضا ترتيب معلومات التعريف بالنموذج هناك معلومات للتعريف بالنموذج كيف يعبع النموذج عنوان النموذج رقم النموذج بحيث يكون العنوان النموذج يكون في الوسط والرقم يوضع في الزاوية اليمنى من الورقاء أو أحيانا قد يوضع من الجهة اليسرى وهكذا اسم المنظمة يجب أن يكون هناك مراعاة للسهولة في تقديم المعلومات داخل النموذج تعليمات الاستعمال تعليمات الاستعمال هي أحد الخطوات وهي الإرشادات والتعليمات لأشياء التي ترشد إلى كيفية تعبئة النموذج التي تساعد المختصين والعملاء من الجمهور والمجتمع على كيفية تعبئة النموذج كيف يعبع النموذج هذه موضوع الاستبيان يجب أن يكون هناك قواعد إرشادية لتعبئة النموذج بحيث يحقق النموذج الهدف منه أيضا تجربة النموذج قبل اتباعة نهائية للنموذج يقوم المصمم بطباعة كمية معينة وتوزيعها لبعض الأفراد المختصين أو غير المختصين في المنظمة بحيث يقوم هؤلاء الأشخاص بدراسة النموذج دراسة مبدئية للتعرف على نقاط الكوة الضعف وإضاحة وبالتالي يتم دراسة هذا النموذج وهذه المقترحات ونقاط الكوة الضعف وأخيرا تعديلها وطبعا هذا كله عبارة عن تحكيم للنموذج وآخر شيء يتم تباعة النموذج بشكله النهائي يتم تباعة النموذج بشكله النهائي العناصر الفنية للنموذج ما هي العناصر الفنية للنموذج؟ طبعا هناك عناصر فنية إذا كانت موجودة في النموذج أعطتوا شكل أقوى وعطتوا صفة الفن صفة الفن صفة أساسية في النموذج فالنموذج هو عبارة عن معلومات فنية تطرح بطريقة فنية العناصر الفنية هي النواعي الجمالية في النموذج والتي تعكس الانطباع الحسن الصورة الأولى لدى الجمهور والمتعاملين وتظهر وتظهر النموذج بالشكل المطلوب الجميل المريح وبالتالي إمكانية الإجابة عليه وتقبل الإجابة عليه من هذه العناصر الفنية نوعية الورق نوعية الورق المستخدم من العناصر المهمة في النموذج التي تحدد الجودة جودة استخدامه تداوله حفظه قد يحفظ هذه تعتبر وسيلة للحفظ هذه أنواع الورق يجب أن تكون أنواع ورق جيدة نوعا ما طبعا مسمم النموذج يجب أن يختارها هذه النوعية من الورق الورق المكوية الجيد غير قابل للتلف والذي يمكن تداوله وحفظه لمدة طويلة وخاصة الورق الذي يدخل في صنعته بعض الأقمشة بحيث تكون عملية حفظه لفترات زمنية طويلة كما نعلم أن النموذج هو أداء للرقابة ثانيا حجم الورق بالنسبة لحجم الورق هناك أحجام مختلفة هناك مقاسات عديدة لحجم الورق من المقاسات الشائعة A4 A3 إلى آخر 14 في 21 سنتيمتر 16.5 في 21 وهكذا طبعا من المستحسن الأفضل أن تتفق أشكال وحجم النماذج مع المقاييس الدولية التي حددتها الهيئة العامة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس يجب أن لا تكون المقاييس عشوائية مقاييس معتمدة طبعا أيضا البيانات المقصود بالبيانات هي البيانات التي يتم تسجيلها على النموذج كلنا هناك نوعين من البيانات بيانات ثابتة وبيانات متغيرة للفكس انفيربل طبعا يجب أن يراعي فيها التسلسل والترتيب المنطقي يجب أن يكون هناك ترتيب منطق للتسلسل هذه المعلومات يجب تعباتها وتسجيلها أول بأول اختيار الألفاظ والعبارات الدقيقة الصحيحة الجمل المفيدة يجب أن يكون هناك أخطاء إملائية يجب أن يتصف هذا النموذج بتسلسل ترتيب هذه العناصر أول بأول بحيث يكون هناك تكامل في هذه البيانات بحيث تعطي قوة لهذا النموذج وحقق هذا النموذج الهدف المطلوب منه أيضا لون النموذج يفضل استخدام الألوان عند تصميم النماذج فالألوان تعطي النموذج شكل ومظهر جيد في نفس الوقت تساعد على تمييز النماذج المختلفة والتعرف عليها بسهولة فمثلا النماذج باللون الأصفر تعني مثلا شكاوي يعني النماذج باللون هذا الأخضر تعني مثلا فواتير إلى آخره فحيث نميز كل نموذج عن الآخر طبعا في عندنا التعريف بالنماذج أو بالنموذج هو أحد هذه الخطوات طبعا ما المقصود بالتعريف بالنموذج التعريف هو تمييز النموذج هو تعريف عن طريق إطلاق اسم يدل عليه ويعبر بوضوح عن هذه الوظيفة التي يقوم بها أو يحققها هذا النموذج وكذلك يعطاه رقما واضحا يجب أن يكون هناك ورقم ورقم زي عملية الاتصالات يجب أن يكون له سجل ويجب أن يكون له رقم واضح ليسهل عملية الاستخدام وعند وضع عنوان أو اسم للنموذج يجب مراعاة أن يكون هذا الاسم مختصر مفيد ويكون الاختصار غير مخيل أو غير معيب وأن يختار الكلمات القليلة المفيدة التي تدل على وظيفة هذا النموذج وموضوعه طبعا بالنسبة للرقم من النموذج يجب أن يكون هناك نظام تركيمي متبع بسيط ومنطقي متسلسل بحيث يسهل عملية استخدامه من قبل الجمهور والعملين أيضا بحيث يسهل عملية الرجوع إليه وقت الحاجة إليه